دعوة كريمة من مجموعة مدارس الأوائل الأهلية تمت استضافتي من قبل كادر ثانوية الأوائل البنين بإدارة الأستاذ خليل حلاوتي ومساعدة الست رونق بشار لأتحدث في هذه الجلسة الطيبة الكريمة عن آليات الكتابة وكيفية كتابة الإبداع بكل أشكاله من خلال حديث عن تجربتي في الكتابة سواء على مستوى الشعر بقصيدة النثر أو على مستوى الكتابة الروائية فكانت هذه الجلسة جلسة علمية بامتياز وجلسة أدبية بامتياز لأنها فتحت أمام الحضور طلاع على آليات الكتابة وكيفية الكتابة وكيف يستطيع أي إنسان أن يتحول من إنسان بسيط إلى كاتب متميز والكتابة ليست مجرد كتابات نقرأها للمتعة الكتابة تحمل رسائل كثيرة يوجهها الكاتب من خلال رؤيته وفلسفته ومنظوره للقراء ليفيدوا منها وينظروا إلى الحياة من منظره هو فالإبداع لا يمكن أن يقف عند نقطة معينة والإبداع لا يمكن أن يقف عند شخصية معينة من الأدباء بل هو منفتح على أفق الرحب ومنفتح على أبعاد كثيرة من أجل الوصول إلى نقطة مهمة جدا وهي تحقيق الذات من خلال الكلمة بالشعر أو الرواية أو القصة طبعا نحن نادي الأدبي بمجموعة مدارس الأوائل الأهلية الهدف منه هو تشجيع قدرات الطلاب الأدبية اكتشاف المواهب تطويرها فنحن عندنا طاقات جيدة بمجموعة مدارس الأوائل الهدف الأول والأسماء أن نطوره فما تطور إذا ما نوفر جو أدبي مناسب اللي يدعم هذا الجو الأدبي هو مثل ما تفضلتم وشاهدتم أنه الدكتور اللي أتحفنا بطريقة الكتابة تطوير الكتابة عند الطلبة تشجيع الكتابة حتى نطور قدرات طلابنا لاحظتم عدد الطلاب اللي يحضروا كلهم عندهم مواهب بس نحتاج إلى تطويرها تجربتي الأدبية كانت تجربة جميلة استوافتني بعالم الآخر عالم للغة العربية إنه عالم جديد لقد فرح جدا عندما ظلمت في نادي أدبي إنه شجعني لأكون أفضل وأفضل إنه نادي جداً جيداً وأسعدني بحياتي هدفي بالحياة أن أكون الأفضل ليس الأفضل في كل شيء فالأفضل بمجال معين وأنا أكتشف ذاتي وأنا أبدأ فيه شكراً للمشاهدة